الإدعاء الألماني قدمت دعوة نظراً لأن المشتبه فيه يعتبر عضواً في جفهة النصرة فرع القاعدة الإرهابية ويواجه سليمان سين طالب اللجوء المعترف به في ألمانيا يواجه أيضاً تهماً بارتكاب جرائم حرب وعملية اختطاف قبل ثلاث سنوات ويتهم بالتعاون مع آخرين باحتجاز موظف الأمم المتحدة في سوريا الكندي كارل كامبو والذي كان ضمن بعثة الأمم المتحدة العاملة في هضبة الجولن وتظهر هذه الصور كامبو بعد أن تمكن من تحرير نفسه من خاطفيه وسيكون شاهداً رئيسياً في المحكمة التي ستجري في شتوتكارت وقام كامبو بوصف فترة اختطافه لثماني أشهر لقناة دي دابليو كانت فترة طويلة ولم أكن أعلم كيف سيكون مصري كان وقتاً عصيباً بالنسبة لي وسيبقى يرافقني تلات حياتي المحققون وصلوا إلى المشتبه فيه بالاستعانة بمعلومات استخباراتية ويأملون أن تساعدهم شهادة كامبو في التحقيق أنا متأكد مئة في المئة بأنني قادر على التعرف عليه من خلال الصورة فقد كان واحداً من الذين قاموا باختطافه وكان هو الشخص ذاته الذي تم اعتقاله ولا شك لدي بأنه كان أحد الخاطفين ليس معروفاً حتى الآن متى سيقدم الكندي شهادته في شتوتكارت وسيواجه المشتبه فيه سليمان عقوبة السجن لعدة سنوات في حال ثبوت التهمة إضافة إلى فقدان حق اللجوء في ألمانيا